تحياتي يا أخي العزيز حامد كما تفضلت بلا شك المنطقة تشهد تنسيقا غير مسبوق العالم العربي القادة العرب يحاولون رسم الصورة لكي تكون هناك رؤية واحدة موحدة يعني ليس تمهيدا فقط لمقابلة الرئيس بايدن ولكن لقناعات داخلية بأن الصورة العربية صورة الشرق الأوسط لا يجيد رسمها سوى أصحاب هذه المنطقة سيد إيمين دعنا نتحدث بقراءة سريعة ما بين الصطور بايدن في المنطقة ماذا تغير في السياسة الأمريكية في الفترة الأخيرة بما يفترض أن تؤدي لنتائج بشأن التحفظات الخليجية حول عدد من الملفات ماذا تريد واشنطن وهل ستنجح أنا أستطيع القول أن واشنطن عادت لها القناعة الاستراتيجية بأهمية منطقة الشرق الأوسط الجيوسياسية بعدما كنا نستمع عن ترتيبات وتنسيق أمريكي للإنسحاب من الشرق الأوسط مشابه للإنسحاق الفوضوي من أفغانستان وبعض المراحل كانت قد بدأت بالفعل بسحب بطاريات السواريق الآن الرئيس بايدن يأتي وهو يدرك أن الشرق الأوسط مملكة العربية السعودية مصر الإمارات العربية المتحدة أعمدت خيمة ليس للعالم العربي ولكن للنظام العالمي لا سيما في ظل المأزق الجيو بوليتيكي العالمي المتورطة فيه الولايات المتحدة الأمريكية القارة الأوروبية مع الجانب الأسيوي لا أقصد روسيا فقط إنما الإشكال القادم مع الصين تداخل الخيوط وتشابك الخطوط هو الذي أقنع الرئاسة الأمريكية إدارة بايدن هذه المرة أن العالم العربي نقطة ارتكاز حقيقية وأنه لا بد من التنسيق مع قيادات هذه المطقة على ذكرك للصين قادت مجموعة السبع يبحثون تجديد العقوبات على موسكو يطلقون مساعدات دولية بنحو 600 مليار دولار فقط لمواجهة النفوذ بكين هل نحن أمام مشهد أخير لتغيير موازين القوى في العالم برأيك بسبب الحرب الأوكرانية وكيف ترى المشهد والسيناريو القادم يعني التساؤل أخي حامد يحتاج إلى وقت مطول لكن إليك الآتي دائما نقول أن روسيا هي الهدف التكتيكي الهدف الاستراتيجي هو الصين الأمر الآخر ما أعلن في قمة السبعة في بافاريا بألمانيا عن 600 مليون دولار كبنك يعني للبنية التحتية في العالم 600 مليار دولار نقطع الطريق على الصين أظن يعني غير متأكد من الرقم إذا كان 600 مليار دولار أنا يعني لدي شكوك في أن الأوضاع الاقتصادية الأوروبية والأمريكية قادرة على توفير هذه المبالغ في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة أوروبية وأمريكية الهدف الرئيس هو قطع الطريق على عولمة الصين القادم على طريق الحرير هو في كل الأحوال صراع الأقطاب لكن ربما يكون المستفيد بالفعل هو يعني الدول في كل الأحوال نعم كما أشرت محاولة لرسم معالم نظام عالمي مغير متعدد الأقطاب زو رؤوس مختلفة وليس نظاما أمريكيا منفردا أو صناء القطبية كما جرت العادة في المئة عام الماضي إيميل أمين الكاتب المحلل السياسي كنت معنا من القاهرة على هذه الوقفة شكرا على مشاركتك ترجمة نانسي قنقر